السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحبا بكم على قناتكم قناة سوبروان التعليمية اليوم لدينا تمارين على الأعداد الأصغر من مليون الدرس الثاني على الصفحة 27 من كتاب أنشطة الرياضيات إذن نبدأ بالتمرين الأول قال أكمل بالرمز المناسب أكبر أو أصغر إذن عندنا 236102 والعدد الثاني 658 1230 إذن عندهم 6 أرقام 6 أرقام إذن نقارن بالوحدة الأكبر أو نقارن من اليسار إذن إثنان 6 إذن 6 هي الأكبر إذن مباشرة نضع علامة أكبر ثم هنا لدينا 6 أرقام وهنا 5 أرقام دائما الأرقام الأكبر هي الأكبر ثم 124 ألف وهنا 27 ألف إذن هذه فيها 6 أرقام وهذه 5 أرقام إذن هذه هي الأكبر ثم 6 أرقام 6 أرقام إذن نقارن من اليسار إثنان إثنان 7 ثمانية إذن هذه هي الأكبر ثم هنا لديها 5 أرقام وهنا 5 أرقام إذن نقارن من اليسار ثمانية ثمانية ستة أربعة إذن ستة هي الأكبر إذن تصبح ستة وثمانون ألفا وتسعة وتسعون هي الأكبر ثم هنا خمسة أو ستة أرقام وهنا ستة أرقام إذن نقارن من اليسار ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة ستة سبعة إذن هذه هي الأكبر مفهوم؟ إذن دائما في المقارنة نحسب عدد الأرقام إذا كانوا كيف كيف نقارن من اليسار رقما برقم ثم قال رتب الأعداد ترتيبا تصاعديا معنى من الصغير إلى الكبير إذن نعنى ستة أرقام ستة أرقام ستة أرقام خمسة أرقام إذن هذا هو الأصغر نبدأ بالرقم الأصغر وهو ستة وستون ألفا وثلاثة وعشرون ثم إذن كلها ستة أرقام نقارن من اليسار إذن سبعة ثلاثة واحد تسعة إذن واحد والأصغر مئة وستة وعشرون ألفا وثمانمائة وسبعة وسبعون ثم هنا لدينا تسعة ثلاثة سبعة إذن ثلاثة هي الأصغر ثلاثمائة وثمانية وتسعون وتسعمائة وخمسة وثمانة ثم تسعة أم سبعة إذن سبعة إذن نقول سبعمائة وثلاثة ألفا وخمسمائة وثمانية وسبعون ثم العدد الأخير وهو تسعمائة واربعة عشر ألفا وخمسمائة واثنان وثلاثون ثم في التمنين الثالث قال رتب الأعداد ترتيبا تنازليا معنى من الكبير وننزل إلى الصغير إذن هنا لدينا ستة أرقام خمسة أرقام ستة أرقام ستة أرقام خمسة أرقام إذن هذه خمسة أرقام هي الأصغر وخمسة أرقام هي الأصغر إذن نبدأ بالأكبر هنا تسعة 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 نفس الشيء إذن هنا أربعة 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 نفس الشيء أيضا هنا ستة 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 نفس الشيء ثم خمسة إثنان خمسة إذن خمسة وخمسة هي الأكبر إذنها ثلاثة 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 إثنان إذن هذه الأصغر إذن الأكبر وهي تسعمائة وستة واربعون ألفا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون إذن هذه هي الأكبر ثم تليها تسعمائة وستة واربعون ألفا وخمسمائة واثنان وثلاثون ثم تتبقى تسعمائة وستة واربعون ألفا ومئتان وخمسة وثلاثون ثم تتبقى الخمسة أرقام إذن هذه وهذه خمسة أرقام نقارن من اليسار إذن 9-9-4-4-5-5-3-4 إذن هذه الأكبر 49 ألفا أو 94 ألفا و 540 ثم العدد الأخير وهو 49 ألفا و 539 ثم في 84 قال أكمل بعدد مناسب إذن نضع رقما أو عددا محصورا بين هذا وهذا إذن هذا هو الأصغر 758 ألفا و 426 نضيف لها أي رقم المهم يكون أصغر من هذا إذن نحتفظ بنفس الآلاف إذن تصبح 758 ألفا وأربعمائة مثال و 27 أو نقول و 28 إلى غاية 38 هنا أيضا نكتب نفس 278 و 310 مثال ثم هنا لدينا 756 ألف و 755 ألف نقدر نضع 750 ألفا فقط إذن هذه محصورة ما بين العددين ثم قال أحصر العدد بين 100 ألف سابقة و 100 ألف التالية إذن هنا عندنا مئات الآلاف إذن وحدات عشرات مئات وهنا وحدات الآلاف عشرات الآلاف ومئات الآلاف إذن هو يقصد مئات الآلاف إذن هنا ثلاثة نحافظ على ثلاثة ونكتب البقية أسفار ونضيف لها 100 ألف كاملة إذن تصبح 400 ألف هنا أيضا قال مرتبة مئات الآلاف إذن هي سبعة نحافظ على سبعة نكتبها كما هي والبقية تكون أسفار ثم نضيف رقم واحد للرقم المعين إذن تصبح ثمانية والبقية أسفار إذن تصبح ثمانمائة ألف وهنا مئتان ألف أو مئة ألف نضيف لها ألف كاملة تصبح ثلاثمائة ألف نفهم؟ الآن قال أبحث عدد فيه عدد المئات هو ستمائة واثنان وخمسون ألف إذن قالنا كين عدد لا نعرف عدد أرقامه لكن قال عدد المئات فيه قلنا عدد المئات معناه نغطيه الوحدات ونغطيه العشرات ونكتبه الرقم كاملا إذن هنا نكتب اثنان وهنا خمسة وهنا ستة إذن هذا الجدول تعالى المراتب إذن وحدات عشرات مئات وآلاف وحدة الألف وعشرات الألف قال عدد المئات فيه معناه نغطيه الوحدات العشرات عدد المئات فيه هو ستمائة واثنان وخمسون ثم قال رقم وحداته ضعف رقم المئات إذن هنا لدينا رقم المئات رقم وحداته هو ضعف إثنان هو أربعة قالوا ورقم عشراته نصف رقم عشرات الألف إذن هذا رقم عشرات الألف نصفه هو عشرات إذن هنا ثلاث إذن العدد وهو خمسة وستون ألفا ومئتان وأربعة وثلاث بفهم؟ إذن إلى هناك وخص معنا الفيديو تعالينا اليوم أتركوا في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر